لم يكن الثلاثون من اكتوبر يوما عاديا في تقويم الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ففيه حاولت تدشين مصار جديد في المعركة دبابات وجنود اسرائيليون دخلوا الى اطراف بعض الاحياء شرقي غزة ووصلوا الى الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين الشمال وجنوب في الجيب الذي يبلغ طوله 25 ميلا قبل ان تتراجع مرة اخرى وما بين التقليل من حجم هذا التوغل الذي لم يدم طويلا والاسرار الاسرائيلي على مواصلة الحرب ظهر شاهد صامت على الصراع الذي يتكشف مؤرخا رحلة عشرات المركبات المدرعة وهي تتسلل من الحدود الى الضواحي الحضرية لمدينة غزة صور التقطتها شركة تجارية امريكية للاقمار الصناعية كشفت حقائق الهجوم البري الاسرائيلي وتظهر الصور قوتنا عسكرية اسرائيلية مكونة من عشرات المركبات المدرعة تقطع الحقول الزراعية المفتوحة شمالي وشرقي مدينة غزة وتتجمع عند اطراف بعض الاحياء لم يكن ذلك التواغل البري السريع هو الاول في مصاري الحرب على غزة اذ تحاول اسرائيل منذ الجمعة الماضية توسيع نطاق هجومها البري دون ان تتحدث عن اجتياح بري كامل بينما تواجه مقاومة شريسة جيش الاحتلال قال انه هاجم 300 هدف لحماس في قطاع غزة شاملت منصات صواريخ وانفاق ومراكز قيادة ويعترف بانه واجه مقاومة عنفة خلال التواغل البري شمال وشرق قطاع غزة المنطقة المبينة في الصورة هي واحدة من ثلاثة اتجاهات تحركت فيها الدبابات الاسرائيلية والمركبات الاخرى باتجاه غزة كما شهدت صفوف من آليات المدرعة على الطريق الرئيسي صلاح الدين الممتد من شمال قطاع غزة الى جنوبه وكذلك في الزاوية الشمالية الشرقية من القطاع في بلدة بيت حانون لكن الصورة التي تم التقطها تكشف ايضا عن حجم الضمار الذي الحقه القصف الاسرائيلي في الحقول الزراعية والمنشآت السكنية اذ ظهرت المباني التي كانت في يوم من الايام مركز الحياة الصاخبة تتعرض لاضرار بالغة او تم تمسها بالكامل كما يمكن رؤية الحفر وبقايا الغارات الجوية والقصف المتواصل وقد طبعت مشهد المدينة في مواجهة تشهد على العنف العشوائي للحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر